والمتابعة لأخبار التقس والأحوال الجوية طفا نزار شكراً يا جديد زملائي محمد وإلهام أهلاً بكم مشاهد الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة ونستعرض فيها أحوال التقس ودرجات الحرارة المطقعة غداً بإذن الله يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً للتقس حر نهاراً على القاهرة الكبرى وعلى الواجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود تقس مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانوا بدرجة الحرارة المتقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية نبدأها من محافظات القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 32 درجة وصورة 19 درجة يكون الجو فيها حار في الأسكندرية 25-17 الجو فيها معتدل في مطروح 23-16 الجو فيها أيضا معتدل في برسعيد 24-18 الجو فيها معتدل وفي الإسماعيلية 32-18 الجو فيها أيضا يميلوا إلى الاعتدال أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 31 درجة مئوية وصورة 19 درجة يكون الجو فيها حار أما في العريش فـ 24 درجة كبرى والصغرى 17 والجو فيها معتدل في طابة 31-18 الجو فيها حار في شرم الشيخ 33-22 والجو فيها حار وفي الغردقة 32-21 والجو أيضا فيها يتسم بالحرارة أما عن محافظة الأكسر فدرجة الحرارة العظمى هناك 37 درجة مئوية والصغرى 21 درجة والجو هناك يتسم بشدة الحرارة في إسوان أيضاً 38 و الصغرى 22 أيضاً الجو هناك شديد الحرارة أما عن الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 و 30 درجة والصغرى 20 درجة والجو فيها حار في 32 و 32 الجو فيها حار وأخيراً في حلايب 28 و 20 و يكون الجو فيها أيضاً حار والآن مشاهدين الكرام نستعرضوا مع حضراتكم درجات الحرارة نتقع غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر